بيبدأ مسلسلنا مع شاب اسمه جون بيكون واقف في كنيسة وجنبه حبيبته وبيبقى عايز يتجاوزها بأسرع وقت ولكن بيدخل عليهم شخصه مع رجالة كتير وبنعرف انه زعيم عصابة وبيبقى عايز يخطف حبيبت جون بس جون مش بيسلمها له سهولة وبيقوله انه هياخدها معاه ولكن على جثته وبيهجم على العصابة دي بس الكترة بتغلب الشجاعة وبيتضرب جون من كل ناحية ولكن برضو بيقدر يرد الدربات دي للعصابة ولما زعيم العصابة بيشوف جون بيقوم بكل قوته بيطلع مسدسه وبيضرب جون بالنر في قلبه ولكن جون مش بيموت وبيروح لزعيم العصابة وبيقوله انه مش عايز يموت وبيتكلم ولا كأنه واخد طلقة في قلبه وبنعرف ان كل ده تصوير وجون بيبقى ممثل مشهور وبيروح للمخرج وبيقوله يغير نص الفيلم علشان هو مش عايز يموت دلوقتي وبيسيبهم وبيمشي وبيروح وكيل اعمال جون ومعاه مساعد جون علشان يتصرفه في المصيبة دي وبيروح جون بعدها للمستشفى وتحديدا للدكتور الخاص به وبيقوله انه بقاله ايام مش عارف ينام بسبب التشخيص بتاعه واكيد في حاجة غلط او هو مش دكتور شاطر وده لان الدكتور من كم يوم عرفه انه عنده ورن في دماغه وملوش اي علاج وقدامه سنبل كتير قوي وبيكون جون مش متقبل فكرة انه هيموت وعارف هيموت امتى برضو وبيتصل لوكيل اعمال جون وبيقوله انه لازم يكمل تصوير الفيلم ومش هيقدروا يغيروا النص وبيقوله بالحرف ما تموت وانت ساكت وبيبقى قصده في الفيلم بس جون لما بيسمع الكلام ده بيعيط علشان حالته وبنروح بعدها البنت اسمها يول وبتكون شغالة صحفية بتاعت فضايح وبتقدر تصور شركة مشهورة بتتخلص من مخلفتها بطريقة غير شرعية ولكنها بتتكشف وبتتاخد لمقر الشركة وصاحب الشركة بنفسه بيهددها ان المرات دي مسح كل التسجيلات اللي على الكاميرا وهيمشيها ولو الموضوع اتكرر هيتخلص منها فبتقوله يول انها ما كانتش محتاجة التسجيلات بتاعت النهار ده في اي حاجة وده لانها مسورة منها نصخ كتير في ايام تانية وهي اللي هتتخلص منهم وتعمله اكبر مشكلة في حياته فبيضطر صاحب الشركة انه يغريها بالفلوس وبيديها مبلغ كبير بس يول بتقوله لأ ولا فلوس الدنيا كلها تخليني ابيع شرفي ومصدقيتي بس صاحب الشركة بيضاعي في المبلغ وبتقبله يول عادي وبتسكت وقتها ولا كأنها شفت اي حاجة وتاني يوم بيصحى جون من نومه بسبب الكلب بتاعه ومش بيبقى ليه مزاج يعمل اي حاجة فبياكل رامن سريع وبيركب عربيته وبيروح لمطعم للاكلات الشعبية وبيدخل وهو مخبي وشه وبتكون صاحبة المطعم قادة مع تلات شباب بتاخد رأيهم في الاكل بس جون بيقولها تقوم تعمله اي اكل ياكله ولكن صاحبة المطعم بتقوله انها مش هتبع له حاجة بس جون بيتعصب وبيكشف عن وشه وبيقولها انه هيقضيها لو هي معملتهوش اي اكل وطبعا كل اللي في المطعم بيتلموا على جون وبيبقوا فرحانين بوجوده ولكن صاحبة المطعم بتسيبه وبتدخل المطبخ وبيجي مساعد صاحبة المطعم وبيتأسف لجون وبيقوله ما يستسلمش ويستمروا في انه يجيلها كل يوم يمكن مصيرها تسامحوا وبنعرف ان صاحبة المطعم دي تبقى مامته اصلا وبتكون زعلانة منه بسبب انه فشل في دراسته وما دخلش كلية الحقوق زي ما هي كانت عايزة وبقالها سنين مش بتكلمه ومعتبرة نفسها ان هي ما خلفتش حد ولكن مساعدها بيقولها ان جون بيكسب فلوس اكتر بكتير من المستقبل اللي هي كانت رسمها له بس مامة جون بتقوله يسكت خالص وملهوش دعوة وبنعرف ان يول انفصلت من شغلها ودلق ان موضوع الرشوة اللي خدتها انتشر في الشركة كلها بس لما يول بتلاقي ان خلاص مش هينفع تشتغل في الشركة تاني بتقول لمديرها ان هو كمان خد رشوة في تزوير اخبار عن الانتخابات وبتطلع كل الفضايح بتاعت الشركة وبتسيبهم وبتمشي وبتروح حانا هي متعودة تعد فيها كتير وبتبقى حزينة جدا وبيجي لها شاب اسمه تاي وبيبقى صاحبها وبيقول لها انه فرحان فيها علشان شغلها ما كانش قانوني وكانت بتشتغل في الفضايح وبس ولكن يول بتبقى شربت كتير وبتفضل تعاند وتزعق لصاحبها فبيسيبها تاي وبيمشي بس يول مش بتسكت وبتفضل تصيح بسوت عالي ولكن بيكون في حد قاعد في الحانة بيقول لها تخرص وتوتي صوتها لان مش هي بس اللي عندها مشاكل وبنعرف ان ده منتج افلام وثائقية كان متفق مع جون انه يعمل معه فيلم عن حياته بس جون رجع في كلامه بعد كل الصرف والتجهيزات وبيكون مساعد جون واللي اسمه جوك قاعد مع المنتج ده علشان يتأسف له ويشوف له حل مناسب وبتكون يول متابعة كلامهم وعرفت ان اساس المشكلة هو الممثل جون فبتروح للمنتج ده وبتقوله انها ممكن تقنعه بانه يرجع تاني يشتغل معه مع الفيلم الوصائقي ولو قدرت تعمل كده هتبقى عايزة منهم بس يشغلوها معاهم فبيقول لها المنتج ده انه موافق وبيكون تايبي رائب يول وزعلان على حالها وبتروح يول فعلا بعدها لبيت جون وبترن الجرز وبتفضل تترجاه يرجع تاني يشتغل على الفيلم الوصائقي علشان هي تلاقي شغل لنفسها بس مساعد جون بيبقى وايف جنبه ومش مصدق انها بتتكلم بجد بس جون بيتجهلها ومش بيبقى عايز يشتغل تاني اصلا ولكن يول مش بتستسلم وبتفضل قعدة قدام بيته طول اليوم وهو بيبقى شايفها في كاميرات المراقبة وبتتطر بعدها انها تمشي بالليل علشان الوقت تأخر وتاني يوم بيجاهز جون نفسه علشان يروح يمارس رياضة المفضلة وهي تسلق الجبال ولكن لما بيركب عربيته وبيجي خارج من بيته بتوقفه يول وبتركب جنبه وبتقوله ان دي فرستها علشان تقنعه بالفيلم فبيطلب جون منها ان هي تنزل ولكن يول بتقوله انها مش هتنزل بسرعة مش طبعية وبتكون يول مرعوبة لان اسوقته متهورة ولكنها في الاخر بتنزل من العربية وهي دايخة فبيديها جون فلوس وبيسيبها في الشريع وبيمشي بس بيسمع جون ان في حدثة حصلت على نفس الطريق اللي هو عليه واللي ماتت واحدة ست فبيلق لانها ممكن تكون يول فبيرجع بعربيته تاني ومش بيلاقيها وبيتأكد ان هي اللي حصلت لها الحدثة ولكن لما بيمشي بالعربية شوية في طريق الرجوع بيلاقي يول وبتكون راجع للبيت فبيجري جون عليها وبيوقفها وبيلاقيها مسكة الفلوس اللي رماها ليها بس يول بتبتسم له وبتقول له انه اكيد فكر في كلامها واخيرا هي تشتغل بس جون بيقطعها وبيسأل هل هي فكرة فبتقول له يول انها اكيد عرفاه وهو جون الممثل المشهور فبيزعى لها جون وبيقول لها هي ازاي ما تعرفتش عليه فبتتغير ملامح وش يول وبتقول له فكرك ياه بالعادي وبنعرف ان من عشر سنين كان تيول حياتها كويسة قوي طالبة في السنوية وباباها عنده عربية اكل واخوها الصغير بيروح مدرسه كويس وبنعرف ان جون كان معاها في نفس المدرسة ولكن كان مشاغب وتعرض للفصل لمدة اسبوع بسبب ان كان في بنت بيتم التنمر عليها من شوية شباب اغنية وهو دفع عنها وبتروح مامت جون مع البنت دي للمدير وبتقول له ان ابنها مظلوم وانه كان بيدفع بس عن البنت دي والبنت هي اللي قلت لها بس البنت بتفضل سكتة والمدير بيقول لمامت جون ان البنت بنفسها اعترفت على جون ان هو اللي كان بيتنمر عليها وطبعا البنت دي بتكون خايفة من الشباب الاغنية وقررت تضحي بجون فبتضرب مامت جون البنت دي على وشها وبتترجى المدير يسامح ابنها علشان العقوبة دي هتتضف ملفه وهي عايزة يدخل كلية الحقوق وبيرجع جون للمطعم بتاع مامته وبيعود مع زيك وبيبقوا الاتنين بيتفرجوا على تلفزيون وبيظهر محمي مشهور اسمه تشوي وان بابا تخلى عنه وما كانش يعرف انها حامل وهي مستنية جون يكبر ويدخل كلية الحقوق ويبقى زيه علشان تقدموا لي وبيرجع جون للبيت وبيلاقي مامته قاعدة حزينة فبيقول لها انه جعان بس هي بتدخل للبيت وبتاكل كل الاكل الوحدها ومش بتبقى عايزة تديله اي اكل لانها زعلانة منه ولكنها بتقوله انها ما بقتش عايزة منه حاجة لان الشخص اللي كانت بتحبه اتخلى عنها وودي ابنه مش عايز يبقى محترم ويحقق لها حلمها ومن اللي لادي بيكون جون قرر يزاكر ويكتهد علشان يفرح مامته ويروح لبابا يتعرف عليه بس فيهم بتروح يقول لجون وبتقوله انه شاب حقير لان صاحبتها اللي اسمها ريه بتحبه واعترفت له قبل كده وهو بكل بجاحة رفضها وجرح مشاعرها بس جون بيقول لها تبعد عنه وبيفكرها مريضة وفعلا ريه بتكون مكتئبة وصحتها سيئة وفي اليوم ده بتكون يول راجع البيت وبتتصل تشوف باباها فين فبيقول لها انه راجع البيت هو كمان ومع عربية الاكل ويقول بتتصل باخوها جيك وبتقوله ما ينامش لان باباهم جايب لهم حاجة حلوة وفعلا ابي يول بيبقى قدامها ومسك كيس في اكل بس فجأة بتسمع يول صوت خبطة عالية وبتبص على باباها وبتلاقي في عربية خبطته وبتنزل بنت من العربية دي وبتبقى مرعوبة ولكنها بتركب العربية تاني وبتهرب فبتجري يول وراها ولكن مش بتلحقها وبيكون ابو البنت دي نائب برلمان ومهم في البلد وبيتصل بالمحامة تشوي وبيقوله انه عايز مساعدته فورا وبيعرفه اللي بنته عملته وبنعرف ان ابو يول بيتحجز في المستشفى وبتعرف ان اللي خبط باباها تقبض عليه فبتروح وبتلاقيه راجل ولكنها بتبقى عارفة ان اللي خبط باباها بنت وبتقول ان مش ده المجرم بس الراجل اللي قدامها بيعترف على نفسه وبنعرف ان تشوي قدر يقنع شخص عشوائي انه يتحمل المسئولية مكان بنت البرلماني فبتروح يول وبتكسر عربية المحامي تشوي واللي بيكون مدعي عام في مركز الشرطة وبتمسك يول وبيجي لها تشوي وبيسألها يا ليه عملت كده فبتقوله يول انها عارفة انه قدر يغير كل تفاصيل القضية الاخيرة اللي مسكها علشان مصلحت بنت البرلماني وبتعرفه انها بنت الشخص اللي اتخبط ومحجوس في المستشفى ولكن تشوي بيقول لها انه ما عملش اي حاجة وممكن يقاضيها بتهمة التشهير ولكن مش هيعمل كده وبيخليها تمشي وفي يوم بتكون يول ركب الباص وبيركب جون نفس الباص ده ولكن بيبقى عايز يرخم عليها فبيروح وبيقوم البنت اللي كانت قاعدة جنبها وبيقعد هو بدلها وبيقول لها انه كان بيفكر يتعف دراسته علشان يبقى محامي ولكن قرر يديها فرصة تغريه ويتوقعه في حبها ولو هي ما حولتش هو هيرفها في حياتها ويتنمر عليها بس يول مش بتهتم بكلامه وبيبقى عندها حاجات اهم من الهابل ده وبتبقى قاعدة تلف في الشوارع تعالى اعلانات لانها بتطلب اي شواهد على الحدثة بتاعت باباها وفي يوم بتخرج يول من المدرسة ولكن جون بيبقى مستنيها ومعادة بدوب كبير وبيديهولها وبيحضنها قدام المدرسة كلها وكل البنات مش بيبقوا مصدقين اللي حصل حتى ري بتوع في مكانها في صمت وبنروح ليولو بتكون قاعدة هي وجيك جنب باباهم زي اي يوم عادي وبيبقوا مستنيين انه يفوق ولكن حصل اللي كانوا خايفين منه وباباهم بيموت والدكتور بييجي وبيعلن وفاته وبيترمي جيك على بابا وبتفضل يول تعايت وهي مش عارفة تعمل ايه وبيسمع جون من طلاب المدرسة ان يول باباها مات وكمان في ناس بيطلبوها بفلوس لان باباها قبل ما يموت استلف منهم كرد فبيروح جون لعزة ابويول ومش بيلاقيها هناك لانها بتكون هربانة من المشاكل وبنعرف ان تشوي بقى عنده مكانة خاصة عند البرلماني وبنعرف ان بنت البرلماني سفرت برا البلد علشان تستجم وترتاح من اللي حصل في حياتها الفترة الاخيرة وبيفضل جون مستني يول ولكنها بتكون اختفت تماما ولكن في يوم بيلاي تليفونه بيرن ولما بيرد بيلاي يول بتتصل بي وبتشكره انه حضر العزة وسأل عليها كمان وقريب هيتقابله بس بنرجع بقى للحاضر وبنشوف يول بعد ما قالت لجون انها فكراه بتسيبه وبتكمل طريقها ولكنها بتفقد الوعي من التعب والسقعة فبيجري جون بسرعة عليها وبيحضنها ولما يول بتفوق بتلاقي جوك مساعد جون وايف قصدها وبيقولها ان جون كان قلعا عليها واتصل بيه علشان يفضل وايف جنبها ويرقبها كمان بس يول بتكرر انها تمشي وبيحاول جوك يوقفها ولكنها بتقول لها تمشي فبيديها جوك فلوس وبيقولها ان دي من جون وبياخدها علشان يوصلها لبيتها بعربيته ولكنها بتلاقي الناس اللي باباها كان مستلف منه من الفلوس بياخدوا اساس شقتها ويقول بتحاول توقفهم وبتديهم الفلوس اللي هي اخدتها من جوك فبيسيبوها وبيمشو وبيروح جون لموته ولكنها بتتجهله فبيقول لها جون انه تعبان وعايز يبات معايها ولكنها بتتصل بجوك وبتقوله ييجي ياخد جون بعيد عنها وفعلا جوك بيجي ياخد جون وبيحكيله على اللي حصل ليول وبيعرفه ان بعد اللي حصل لها ده رحت تقف على جسر وبيشك انها ممكن تخلص على نفسها فبيحس جون بالقلق عليها وبينزل جوك من العربية وبيروح يدور عليها في اي جسر على اي طريق قريب من مكانه وفعلا يول بتبقى وافع على جسر وبتتصل باخوها علشان تطمن عليه وبيقولها انه بياكل دلوقتي وبياكل لحمة كمان فبتفكروا بيجدب عليها وبتتصل بفيديو ولكن اللي بيفتح عليها هو تاي وبنعرف ان تاي وجيك قريبين من بعض جدا وتي بيهتم باخوها واخوها بيعتبره جزء اخته خلاص وبيتمنى يتجاوزها فعلا بس خلينا نرجع بالزمن تاني وبنشوف يول بعد ما رجعت لبيتها القديم بعد اربع سنين غياب وكانت بتحول تكشف تشوي على حياته وكان وقتها تشوي مرشح لمجلس البرلمان وكانت بتفضل ترسم على اعلانات تشوي في الشارع بس جون بيوبض عليها متلبسة وبيقولها تيجي تاكل معاه وبنعرف ان جون دخل كلية حقه فعلا وحلمه قرى بيتحقق بس يقول بتسيبه وبتجري ولكن بيدربها بالكوتشي بتاعه وبيوقفها وبيقولها انها لو هربت منه هيروح يبلغ عن اعمال الشغب اللي بتعملها في الشارع فبتطر يقول انها تسكت وتستسلم لجون وبنعرف ان جون بقى صديق ري الصدوق وبنلاحظ ان ري تخنت جدا وبيكون تشوي عامل لنفسه حملة اعلانية كبيرة وبنشوف جون واقف بيتفرج عليه ونفسه يعرفه انه يبقى ابنه ولكن بيقرر انه هيعرفه لما يبقى محمي رسمي بس بيبقى سايق عجلة وبيقع فبيقومه شاب والشاب داي بقى تاي وبيكون جنبه بنت اسمها رو وبنعرف ان تشوي يبقى باباهم وبتجيلهم بنت تسلم عليهم وتبقى دي البنت اللي خبطت ابويول وبنعرف ان اسمها ايون وبتكون ايون رجعت من السفر وبقى يتخطيب التاي وبيخططوه علشان يتجوزه وبنعرف ان تاي كان سمع بابا وابويون في يون بيتكلمه وبيعرف اللي بابا عمله وما بقاش عارف يتصرف لانه ابن بر جدا ومش بيقدر يزعى لأهله ولكن كان متعاطف مع يول وبنعرف ان يول بعدها بقيت تعمل حملات ضدت شوي ولكن في يون بتلاقي جون بيتصل بيها وبنلاقيها بتجري علشان تروح له وبيكون جون قاعد مع بنته في الجامعة ويول بتجيله وبتزعق للبنت دي وبتقول لها تبعد عن حبيبها وبنعرف ان جون بيهدد يول باللي عملته في الاعلانات بتاعت تشوي وبيخليها تمثل ان حبيبته لدرجة انه بينام على رجلها وبيقول لها متصحيهوش وإلا هيبلغ الشرطة فبتطلع يول قلم وبترسم على وشه وبتفضل تضحك وهو لما بيلاقيها بتضحك بيفرح جدا بس فجأة دحك يول بيتقلب العياد ومش بيعرف يوسيها وبالليل بتكون يول قادم عريف بيتها وبيبوا بيتفرجوا على فيديو لصورته لتشوي وبيكون سكران فيه وفي ست بتسنده وبتقول انها تروح تفضحه في اي قناة معرضة لي ولكن جون بيتصل بيها وبيقول لها تجيله فورا بس هي مش بتهتم بجون اصلا وبتطلع يول برا بيتري وبتتصل بيتشوي وبتقول له انه اكيد مش فاكرها ولكنها البنت اللي تسطر على قضية وفت باباها من خمس سنين ولكن مش بيبقى فاكر فعلا فبتقول له انها دلوقتي معاها حاجات تقضي عليه ولكنها تتخلص من الحاجات دي لو بس تأسف لها على موت باباها وقال لها مين المجرمة اللي هو تسطر عليها وبيكون جون واقف وسامع كل حاجة يول بتقولها وبيبقى مصدوم من الشخص اللي المفروض يبقى بابا بس تشوي بيقول لي يول تعمل اللي يا عايزاه لان دي تهديدات مش هتدخل عليه وبيفل في وشها بس يول بتروح فعلا علشان تصرب الفيديو اللي معاها لقناة اخبارية بس جون بيمشي وراها وبيبص الجنبه وبيلاقي متساكل فبيركبه وبيسرق الشنطة بتاعت يول علشان ما تفضحش بابا بس يول بتجري وراه ولكن للأسف بتيجي عربية وبتغبطها فبينقلها جون للمستشفى وهو مش مصدق نفسه على اللي عمله ولما يول بتبقى كويسة بيروح جون تاني يوم لكليته وبيصحب ملفه منها وبيكرر انه مش هيبقى محامي زي بابا بس بنرجع للحاضر وبيكون جون عارف مكان يول وكانت فعلا على جسره بيقولها انه موافق يشتغل على الفيلم الوسائقي بس هي تفضل عايشة وبيبقى نفكرها كانت هتخلص على نفسها وبنشوف تاي بعدها وراجع بيته وبيبقى لبسه وغاني عكس اللبس اللي بيلبسه قدام يول واخوها علشان يخفي هويته وبيدخل تاي البيت وبيسلم على اهله وبتكون يون هناك وبيبقى بيمثل انه بيحبها علشان مصالح اهله وبيجي رسالة لتاي وبتكون من يول وبيعرف انها بعتت له قصيمة يروح يستلم بيها كوتشي غالي وبتتصل يول بي وبتقول له انها بقيت شغالة مع جون في فيلم وصائقي جديد وبقى معاها فلوس كويسة وقدرة تكفقوا على كل حاجة عملها معاهم بس ملامح وشتاي بتتغير وكأنه مش بيبقى مبسوط وبيطلب مدير يول القديم انه يقابلها وبيبقى عايزها تشتغل معها تاني وهي مش بتبقى مصدها نفسها وبنعرف ان تاي عايز يول تبعد عن جون باي شكل ودفع فلوس لمدير يول علشان يرجعها الشغل ولكن بسرية تمة وبنعرف ان جون مريض جدا والقلم بقى جديد عليه ولكن مش بيبقى عايز يعرف اي حد حتى المساعد بتاع وجوك وبنرجع ليول وبنعرف انها رفضت ترجع الشغل تاني علشان تتفرغ لجون ولما تاي بيعرف بيداي اكتر وبنعرف ان تاي بعدها كان بيرائب يول وكان موجود يوم ما هددت بابا وشاف جون وهو ماشي وراها وعارف انه المتسبب في الحدثة اللي حصلت لها وبقى مستغرب لجون عايز ينقذ بابا من تهديدات يول ولما بيحقق بيعرف ان جون يبقى اخو من بابا وبيعرف جون ان السنة اللي كان هيعيشها بقيت مجرد ثلاث شهور وبقى شايف انه موت وقرب جدا وبنعرف بعدها ان روء اختتي بتبقى مهوسة بجون وعمل نادي معجبين وهي الرئيسة بتاعته ولما روء تعرف ان يول هتبقى المصورة بتاعت فيلم جون الجديد بتتعصب علشان يول هتبقى قريبة من جون طول الوقت وبتفضل تشتم فيها بس بالصدفة جايك بيبقى شغال في المكان اللي هي قاعدة فيه وبيروح يقول لها انه يعرف يول فبتقول له روء يديها رقمه علشان تكلمه بعد ما يخلص شغل وبيديها معلومات عن يول وبتبدأ يول تصوير الفيلم وبتبدأ تسأل جون اسئلة كتير وبتقول له ان نفترض انك قدامك سنة وتموت فبيقول لها جون نخليهم ثلاث شهور او احسن فبتقول له يول ماشي ثلاث شهور وبتبقى عايزة تعرف هيعمل ايه فيهم فبيقول لها جون انه كان هيئة لأي حد مزعاله ويمشي في الشارع يغني زي المجنون وبيختم كلامه وبطلب منه اليول علشان تخرج معاه في موعد غرامي وبيقول لها انه قدامه ثلاث شهور ويموت اكيد فهي مش هترفض طلبه ووكيل اعماله بيبقى فاكر انه هو بيهزر ولكن جون بيقول له انه مش بيهزر ولا حاجة وبيبقى مستني اجابة من يول فعلا فبتقول له يول وهي بتتريق عليه انها موافقة لانه شخصية مشهورة وغني وهيعمل لها كل اللي هي عايزة ويدلعها وبتحاول روبعدها انها هتكلم جيك ولكن بيتجاهلها وبيبعت لها رسالة بيقول لها فيها انها لسه صغيرة على اللي بتعمله ده وبنعرف ان تاي بيحب يول ولكن مش بيبقى قادر يعترف لها عشان لو عرفت ان بابا هو السبب في خراب حياتها مش هتسامحه وبيروح جون لمامته وبيديها تسكرتين لحفلته الجاية وبيقول لها ان ممكن دي تبقى اخر مرة تشوف ابنها في حفلة ولكنها بتقطع التذاكر وبتقول له انها فعلا مش عايزة تشوفه تاني فبيسيبها جون وبيمشي وبتروح يول الحفلة دي علشان تدخلها معاها في الفيلم الوسائقي وبنعرف ان رو باباها حاضرين في الحفلة وكمان تاي بيبقى فيها ولكن بيبقى بعيد عنهم وبيحاول يخفي هويته وبتبدأ الحفلة واداء جون بيبقى خرافي وجمهوره بيبقى كتير قوي وبتبدأ الفقرة التانية من الحفلة بتاعت جون وبيكون غير هدومه ولبس بدلة وبيغني اغنية رومانسية وبيكون مع دب دوب وبيروح بنفسه لحد يول وبيديها الدب دوب ده وبيطلعها للمسرح وبيقول لها قدام كل الناس انه معجب بيها وبيحبها وبيبقى كده قرر نفس حركة الدب دوب بتاعت سانوي وبتتسرب صورة الجون ويول من ايام سانوي وفيها اشياء عنه هم كانوا بيحبوا بعض وبنعرف ان يول رفضت جون قدام كل الناس وبيبقى شكله طبعا زي الزفت وطبعا يول بتبقى مكروهة من كل البنات وخصوصا من روه والصحفيين بيحاولوا يعملوا معاه لقاء صحفي ويول بتبقى عايزة تخبي وشها بس بيجي تاي وبيشدها من ايديها علشان يبعدها عن الصحافة ولكن جون بيعترد طريقهم وبيقول لتاي يسيبي يول ويمشي والصحافة بتتلمى عليهم وبيضطر تاي انه يخبي وشه ويسيبي يول لجون ويمشي علشان محدش من اهله يتعرف عليه وبياخد جون يول وبيركبها مع العربية وبيروحوا لما كان على البحر بعيدة عن المدينة وبتروح يول لقارب سوبار ماركت وبتشتري مشروب وبتقعد على البحر تشرب ولكنها بتكون نسي تليفونها فعربية جون وخلت اخوها الان عليها وبيتصل جيك برو بيقول لها انها لو لمست شعره من شعر يول مش هيرحمها وفي الوقت ده بتكون يول شربت كتير وما بقيتش فوعيها وبتستلف تليفون جون وبتتصل بتاي وبتقول له انها بتحبه وكانت فكرة انه بيحبها وهيتمسك بيها ولكنه سابها لجون وبتفضل تعايت بس جون بيسحب منها التليفون وبيقفل في وش تاي ولما يول بتحاول تكمل كلام معتي بيرمي جون التليفون في البحر فبيتحاول يول انها تنزل المية علشان تجيب التليفون بس جون بيشيلها وبيطلعها من المية وبيبقى عايز يسيبها ويمشي ولكنها بتصعب عليه وتاني يوم بتصحى يول من النوم وبتلاقي نفسها مغيرة هدومها ونايمة في قتيل بسيط وبتقول لها صاحبة القتيل ان جوزها جابها مبارح وهي نيمة وغير لها هدومها فبتروح يول للعربية بتاعت جون ولكنها مش بتلاقيه فبتركب باص علشان ترجع المدينة وبتتصل بجيك اخوها وتطمنوا على نفسها وبتقولوا انها رجعة وبيتصل جوز بيول علشان يسألها عن جون ولكنها بتقولوا انها مش عارفة هو فين وطبعا لما يول بترجع المدينة كل الناس بيفضلوا يبصوا عليها لان الاغبار بتقول انها حبيبة اشهر واوسم شاب في كوريا بس يول بتقلع على جون لانه اختفى اليوم كامل فبتركب تاكسي وبتروح للمكان اللي في عربيته وبتلاقي العربية زي ما هي برضو وبتلاقي جوك هناك وهما اللي اتنين بيفضلوا يدوروا على جون وبتروح يول للقوتيل علشان تدور على اي خيط يوديها لجون ولما بتدخل القوضة بتفتكر ان جون كان قاعد باصس للوحة لمكان طبيعي فبتسأل صاحبة القوتيل عن المكان ده فبتقول لها انها جزيرة بيتروح لها بمركب ولو عايزة تروحها تستنى للصبح ولكن يول مش بتقدر تستحمل وبتروح لقارب صياد وبتطلب منه يوصلها للجزيرة دي وبتفضل تلف في الجزيرة كلها لحد ما بتوع من التعب ويديها بتتعور ولكنها في الاخر بتلاقيه وبيكون لابس نظارة شمس وعمل نفسه نايم فبتقلعه يول النظارة وبتهزق فيه وبتقوله انها قلقت عليه ولكن بيسيبها وبيمشي فبتروح يول توقفه ولكن جون بيقولها تبعد عنه ومش عايز يشوفها تاني وبيرجعوا هما الاتنين بمركب لحد ما بيوصلوا للعربية وبيكون جوك نايم جواها فبيسيب لهم جون العربية وبيوقف تاكسي وبيركبوا لوحده وبتصحي يول جوك وبتخليه سؤبيهم للمدينة ومش بتبقى عارفة ليه جونز اعلن منها ولكن بيجي الجونز وضع رهيب بيخليه مش قادر يمشي وبيفضل يضرف في دماغه من كتر الوجع وبنعرف ان مراتة شوي بتبقى مرأبة جون لانها بتبقى عارفة كويس انه ابنه بس من واحدة تانية وبتعرف انه مريض وريب قوي هيموت وده بيبقى خبر هي عايزة تسمعه في قارب وقت وبيفضل جون يتقلم كده الواحده في البيت ولكن بيجوع فبينزل المطبخ وبيلاقي يول بتطبخ ومش بيبقى عارف هي دخلت ازاي اصلا فبتقوله انها كانت عارفة الرقم السري لبيته بس بيتجاهلها وبيعمل نفسه مش شايفها فبتطبخ يول لحمة مشوية لجون ولكن بيبقى متجاهلها تماما فبتتعصى بيول عليه وبتمسكه من هدومه وبتهدده انها هتزعله لو اتجاهلها تاني بس فجأة جون اللي بيبقى مش حابب وجود يول بيتحول لجون تاني خالص وبيقوم يلمس وشها وبيقول لها النجعان وبيعود علشان ياكل فعلا من اكلها وبيخليها تعود هي كمان وبيحط حاجة يشربوها وبياكل جون اكل يول وهو مستمتع جدا وهي بتبقى عارفة ان اكلها وحش اصلا ولكن بيكبر نفسه ياكل علشان ما يزعلهاش وبيعرف تاي بعدها ان يول في بيت جون فبيروح علشان ياخدها من هناك وبيرن جراز البيت فبيطلع جون يفتح بنفسه وبيبقى عارف انه تاي وبيقوله انه مش يخلي يول تمشي من عنده لانه بيحبها وبتقطعهم يول اللي بتروح لجون وبتقوله ان الاخبار كلها بتقول انه بيعمل كل ده علشان يلفت الانتباه لنفسه وبتقوله ان مشاعرها مش لعبة علشان يقول انه معجب بيها وخلاص بس جون بيقول لها انه بيحبها فعلا مش مجرد اعجاب ولكن يقول مش بتبقى مصدقة طبعا وبتسيبه وبتمشي وجون مش بيبقى عارف هي ليه بتستقلب مشاعره كده وبيروح اخوها مدرسته وبيلاقي كل صحابه بيأكلوا بيرجر وبيشكره وبيقولوله انه هم لو يعرفوا انه عنده صحاب مشهورين كده كانوا هيحلوله واجباته كلها وبيعرف جيك وقتها ان جون وزع على المدرسة بيرجر علشان عايزه في خدمة وبيقول انه صاحبه بس جيك بيقوله انه مش صحاب ويدفع له فلوس الاكل اللي وزعها على المدرسة كلها لما يشتغل ولكن جون بيقوله انه مش عايز منه فلوس هو بس عايزه يساعده في انه يوصل مشاعره لاخته لانه فعلا بيحبها ومش قادر ينم في غيابها بس جيك مش بيلاقي رد الكلام جون وبيسيبه وبيمشي وبتفضل يول تفكر في كلام جون كله وبتحول تكنع نفسها انه فعلا بيلعب بمشاعرها وبيكون جون بيتمشى في المكان اللي يول عايش فيه وبيلاقيها بتاكل في مطعم شعبي فبيقولها تخلص اكل بسرعة وهو مستنيها برا ولكنها بتطول برحتها في الاكل علشان ما تطلع لهوش بس طبعا بيدخل وبيجبها من ايديها وبيركبها العربية معاه وبيعرف ان بطنها واجعها وبتبقى عايزة تروح المستشفى كمان ولكن بيوديها المطعم مامتو وبيقولها ان ده مطعم مامتو ومامتو هتعرف تعالجها كويس وبيدخل ويديه في ايديول وبيقول ل مامتو ان ديول اللي هو بيحبها وبيطلب من مامتو تعالجها بالقبر علشان بطنها واجعها وفعلا مامت جون بتوافق تعالجها ويقول بتخاف لا تشكها جامد فبتقول لها مامت جون انها مش بتكراها لانها مغلطتش في حاجة مع ابنها وبتمثل مرات شوي بعدها انها تعبانة وبتقول للدكتور يقول لجوزها لما يدخل يعني انها مريضة بالفشل الكلوي ومحتاجة روحها نفسية علشان حالتها لو ادهورت ممكن تموت وفعلا الدكتور بيسمع كلامها وبيعمل كده غصبة عنه ومش بيبقى فاهم هي عملت كده ليه اما بقى عند جون فبيرجع يولي بيتها وقبل ما تنزل بيقول لها انه عرفها على مامتو وعرفها انه اصله كان بسيط زيها وبيسألها هي لسه بتشك في مشاعره بس يول بتسيبه وبتنزل من غير ولا كلمة وبيفضل تشوي قاعدة الان على مراته وبيطلب من تايه يرجع البيت يرتاح بس بالليل بيترمي جون على سريره من التعب ولكن بيلاقي تليفونه بيرن وبتكون يول وبتقوله انها قرار اتصق فيه وتديله كمان فرصة وبتكون مستنيها يجيلها وبتقوله على مكانها فبيجري جون عليها واول ما بيوصل لها بيجيله صداع يضمر دماغه ولكن بيتمالك نفسه وبيروح يحضنها من الفرحة وبنعرف ان تشوي بيبقاعد جنب مراته وماسك ايديها من قلقه عليها وبنرجع تاني ليول اللي بتكون مكسوفة وبتسيب جون علشان تمشي وبيقول لها جون انه هيستنها بكرة وبعده وكل الايام وبنشوف بقى مرات ابو قاعدة مع اخو تشوي وبتكون قلقانة وبنعرف ان اخو تشوي عارف ان جون يبقى ابنه وبيساون مرات تشوي علشان تديله فلوس كل شهر مقابل سكوته وده علشان مرات تشوي مش عايزة يرجع لحبيبته القديمة ولكن ويا ماشية بتلاقي تاي في وشها وبيقول لها انه عارف كل حاجة وعارف ان جون يبقى اخوه من الاب وبيطلب منها اتبطل تدي فلوس لعمه لان لو بابا عارف مش هيحصل اي حاجة برضو بس مام التاي بتقوله انها اتعرف تشوي الموضوع بتاع جون ولكن بعد 3 شهور فبيسأل تاي اشمعنا 3 شهور فبتقوله علشان جون تعبان وهيموت بعد المدة دي فبيتصدم من كلام مامته وفي يوم بتكون روه ركبة العربية وبتلاقي جيك في الشارع ولابس لبس السنوية وبتعرف انها اكبر منه فبتروح تقوله انه عيل صغيره مش زي ما نفهمها بس جيك بيقول لها ان ده مش وقته وبيطلب منها فلوس سلف وبيكون معا قطة شارع وبيجيب لها اكل بفلوس رو وبيطلب منها انها تهتم بالقطة دي لحد ما يتقبله تاني لانه متأخر على مدرسته اما بقى عندي يول فبتلاقي تسجيلات من كاميرا مراعبة جون بيتكلم فيها بسطواتي ومش مسموع وبتبقى يولها تموت وتعرف اين هو بيقوله وبتبقى انفكرة ان التسجيلات دي هي اللي بايزة وبيكون جون معزوم لحفلة هيتكرم فيها بمناسبة انه اشهر ممثل كوري وبتكون يول معزومة في الحفلة بردو ولكنها بتلاقي جيك بيتصل بيها وبيقول لها ان النهاردة ذكرى وفت باباهم وهي محضرتش بس يول بتكون نسيت فبتفضل تعايت وبنعرف ان تشوي ومراته وبنته بيتعزموا على الحفلة بردو ولما مرات تشوي بتعرف ان جون في الحفلة بتقلقى جدا وعلشان يول نسيت ذكرى وفات باباها بتاخد جنب في الحفلة وفي مكان ما فيهوش حد خالص بتقعد تجيب اكل بسيط ومشروب كمان علشان تفتكر باباها ولكن بتيجي قطة وبتبوز كل اللي هي بتعمله وبنعرف ان دي قطة جيك وبتكون في الحفلة معروه فبتبعد يول القطة بس رو بتقول لها ما تعملش قطتها كده وبترمي فلوس ليول علشان تهينها فيول طبعا ما بتسكتش وبتضربها فبيجي لهم تشوي وبيقول ليول هي اللي بتضرب بنته فبتتصدم يول لانها شافت اللي سطر على حق باباها وبتسأله هو مش فاكرها بس تشوي فعلا بيقول لها انه مش فاكرها وبيتأسف لها وبيدلها فلوس كتعويض بس في الوقت ده بيحس جون ان يول اتأخرت عن الحفلة فبيروح يدور عليها وبيلاقيها وقفة مع تشوي وتشوي بيديها فلوس فبيروح جون وبياخد الفلوس من تشوي وبيرميها على الارض وبيقول له انه راجل قليل الزوء والمفروض يتأسف لها مش يديها فلوس بس تشوي بيقول له انه شاب مش متربي ومش معنى انه مشهور يبقى واقع كده وبيسيبه وبيمشي بس يول بتوطي وبتاخد الفلوس ولكن جون بيتعصب عليها وبيقطع الفلوس كلها ولكن يول بتقول له ملوش دعوة بيها فبيمشي جون وهو متعصب برضو وبيرجع يغير هدومه لانه بيكرر ما يحضرش الحفلة اصلا وبيرجع تشوي يركب اهله العربية علشان يمشوا وهو يحصى لهم وبيكون واقف بيتكلم في التليفون بس يول بتبقى ركب عربية الشغل وشايفة تشوي قدامها وبتفتكر وقتها باباها وازاي اتعرض للظلم علشان حقه ضوع فبتدور العربية وبتروح علشان تغبطه بس جون بيبعد تشوي في اخر لحظة وبتحرك يول العربية وبتعمل حادثة فبيشيلها جون وبيروح لقارب مستشفى وهو بيصرخ فيهم علشان حد يساعدها وبنعرف ان كدف جون اتخلع وبيروح له تايب بعد معرف اللي حصل وبيشكره على انقص بابا وبيعرفه انه ابن تشوي بس جون بيتعصب وبيخلع المحلين بكل اسوى من دراعه وبيروح ليول اللي بتبقى فقدة الوعي وتاني يوم يول بتفوق وبتتصل باخوها علشان تطمنوا عليها وبيرجع جون لبيته وبيلمه دوم كتير في شنطته وبيروح يشتري دوم كتير ليول وبيروح لها المستشفى وبيلاقيها بتحاول تحط ميكاب علشانه ولكن بيديها دوم تلبسها وبيقول لها انه هم عيسافروا لمدة شهر بعيدة عن كل الناس علشان يقضوا حياة سعيدة وبيقول لها تستنى لحد ما يروح يجيب عربيته ولكن لما بيبعد عن نظر ليول بيلاقي نفسه مش قدر يتحكم في جسمه وبيقع على الارض وبتكون الازمة بتاعت المرض بتاعه وفي الوقت ده بيروح اتنين من الشرطة ليول وبيقول لها انها مقبود عليها بتهمت الشروع في القاتل وبياخده يول وبيحاول جون يروح لها ولكن مش بيبقى قادر وبيقع على الارض وبيرجع بيته وهو بيحاول يسند نفسه على كل الحيطان وبيتصل بجوك المساعد بتاعه وبيقول له ان يول اتقبض عليها ولازم يلحقها وبيطلع قده علشان ياخد الدواء اللي هيهديه شوية واول ما بيهدأ بيجي يروح ليول ولكن بيلاقي الباب مقفل عليه وبنعرف ان جوك قفل عليه وجايب نص تحراسه ودلق ان وكيل اعمال جون بيعاقبه علشان مشي من الحافلة وبيروح تايه لمامته لانه عارف ان هي اللي رفعت قضية علي يول وبيواجهها بمعلوماته دي ولكنها مش بتجدب وبتقول له انها عملت كده فعلا علشان تحمي جوزها بس تايه بيقول لها انه مش مصدق ان بعد ما قتلوا باباها وتسطروا على المجرم كمان عايزين يسجنوها دلوقتي وبيروح جيك لجون وبيرن جرز البيت وبيفضل يعيط له علشان يخرج اخته من السجن لانه هو الوحيد اللي هيقدر يساعدها بس جون مش بيبقدر يرد عليه حتى وبتجيله الازمة تاني وبيلاقي تليفونه بيرن وبيكون جيك وبيقول له انه مش هيقدر يتدخل فقضية يول علشان الفضايح والصحافة وبيتبات يول في السجن وتاني يوم بيروح جوك وري زيارة اليول وبيجبولها اكله وبيفضلوا يهزروا معاها علشان يخففوا عنها الزعل وبيسألوها عن جون وازاي ما ججزرها لحد دلوقتي ولكنها بتقولهم انه اكيد عنده سبب وبتخلص الزيارة وبترجع يول تاني للزنزانة وبيكون جون مكتئب وزعلان من جيك وبيرفض يأكل اي حاجة وبيروح تايل بابا وبيترجاه يخرج يول من السجن وبيعرف انه بيحبها ومش هيقدر يشوفها وهو دمر حياتها كده وكمان عايز يسجنها وبيعرف بابا انه عارف انه تسطر على جريمة يون فبيقوله بابا يطلع للصحافة ويعترف على اهله ويقول انهم مجرمين ولو هو مش قادر يقول كده يبقى يخرص خالص ويفضل جبان لحد دم ما يموت وبتروح مامة جون لي لما بتعرف انه تعبان ورفض يأكل وبتقوله انها عارفت كل حاجة من جيك وعايزة تعرف هو بيعمل في نفسه كده ليه كل ده علشان يقول ولكن بيقولها انه زعلان منها علشان خليته ياخد شخص متوحش كقدوة وبيعرفها انه يصد تشوي وبيقول لها ان دل لأسف بابا ولكن شخص متوحش وبيحكي لها كل اللي عمله في يول وبيشرح لها سبب انسحابه من كلية الحقوق ولكن مامة جون بتتعصب عليه وبتقوله انه كداب وبتدافع عن تشوي وبتسيبه وبتمشي وهي مصدومة من اللي سمعته ومع اول فرصة خروج لجون بيروح على طول لبيت تشوي وبيطلب يقابله وفعلا تشوي بيوافق وبيقوله يجي وراء علشان يتكلمه في المكتب بس جون مش بيبقى عايز منه حاجة وبيديله فلاشة ودي اللي كانت يول بتهدده بيها من سنين وبيقوله انه عايز بس يول تخرج من السجن ومش عايز يشوف وشه تاني اصلا ولا عايز يقابله صدفة حتى وبيسيبه وبيمشي وبيفتحت شوي الفلاشة دي وبيلاقي فضايح لنفسه كانت هطيدي عليه وبيروح جون لمركز الشرطة علشان يتطمن عليها بس تايبي يتصل بي وبيقوله انه شايفه لما سرق الشنطة من يول وبيعرفه انه سبب فأزا وضياح حق يول برضو ولما بيسمع جون الكلام ده بيخاف يدخل ليها ولما يول بيتم الافراج عنها بتروح تاني يوم على طول لجون في بيته علشان تقابله ولكن بيستقبلها وكيل اعماله وبيقول لها ان جون قال انه تسرع في حبها فبتمشي يول وهي مصدومة من الكلام ده وبتتصل راي بجون وبتهزقه وبتقوله انها مش مصدقة طريقة اللي انها بيها جون علاقته مع يول وجون مش بيبقى فاهم اي حاجة من اللي بتتقال وبنعرف ان يول كانت نوية تاخد جايك ويسفره بعيد عن المكان ده بس تايبي يروح وبيلحقها قبل ما تمشي وبيكون لبس بدلة وشكله راقي جدا وبيخلي جايك يدخل الشنطة تاني للبيت بس يول بتقوله انها مرعوبة ومش هتقدر تعيش وهي مطاردة كده من ناس قدوا على حق باباها وعايزين يقضوا عليها برضو بس تايبي يتعصب عليها وبيقول لها ان دول اهله وبيعرفها كمان ان تشوي يبقى بابا وبيعرفها انه كان بيجدب عليها علشان بس كان عايز يقرب منها لانه حاسس بالزنب بس يول بتقوله يبعد عنها وبتسيبه وبتمشي وهي مصدومة وبنعرف ان في الوقت ده كان المفروض تايوي يون يتجوزوا ولكن محضرش الفرح اصلا وحط يون في موقف محرج وبنعرف ان جون بيحقق بطريته في قضية ابو يول ووصل للمحامي اللي كان مترافع بالنيابة عن القاتل الوهمي وبيبقى عايز يعرف منه مين المجرم الحقيقي بس المحامي ده بيرفض يتكلم وبيسيبه وبيمشي وبيروح المحامي ده المستشفى اطفال وبنعرف ان بنته عندها سرطان ومريدة وعلاقته بيها مش احسن حاجة ولكن بيتفاجئ بجون قاعد مع بنته وجايب لها هدية وبيقول لها ان باباها ده بطل ويخص مهم فعلا وبيروح جون بعدها للمحامي تاني وبيطلب منه يعرفه المجرم ولكن بيفضل رافض لحد ما جون بيقوله انه ابنة شوي الغير شارعي وكمان قدامه أقل من شهرين ويموت والحقيقة هتموت معاه فبيكرر المحامي انه يعرفه الحقيقة فعلا وبنشوف يون بعدها قاعدة بتشرب وهي مكسوفة من اللي حصل لها وبتاخد ازازة مشروب وبتطلع لحمام السباحة اللي في المكان وبتروح رامية نفسها فيه ولكن بينزل جون اللي كان بيرقبها وبينقزها وبيقول لها ان ده مش وقت موتها لان لسه حسابها مجاش وبنعرف ان المحامي يعرفه ان هي المجرمة وبرغم ان يقول بتختفي من حياة جون الا ان حالته النفسية بتتحسن علشان قرى بيجيب حق باباها وبنعرف ان فيه حملات ضد ابوه أصلا علشان أعماله الغير شرعية كترت وكمان بنعرف ان تاي بقى وايف مع الحملات دي وبقى شايف بابا مجرم أما مامة جون بقى فبتحضر أكله وبتروح مع زيك لبيت جون علشان تأكله وبتبقى مترددة تدخل بس زيك بيحاول يشجعها ولكن بيكون تشوي راكب عربيته وواقف قدام بيت جون ولما بيشوف مامة جون بينزل بسرعة وبيروح لها وهي لما بتشوفه بتتسدم وبنشوف مامة تشوي بعدها في المطعم بتطبخ وهي مش مركزة وبيجي زيك وبيساعدها في كل حاجة وبنعرف انها قعدت مع تشوي يشربوا شاي وكمان طلبت من زيك يقعد معاها ولما بيسألها هي متجاوزة ولا لأ بتقوله انها متجاوزة زيك وابنهم جون وطبعا زيك مش بيتكلم وبيسايرها وخلاص وبيكون تشوي مصدوم طبعا ومش عارف يتكلم وبنشوف جون بعدها وهو بيتمرن بس فجأة بيقع وهو بيجري وكمان مش بيبقى قادر يمسك إزازة المياه وبيفتكر كلام الدكتور وهو بيقوله انه حالته هتسوق لدرجة ان مش هيبقى قادر يتحكم في جسمه وبتستدعي مامي تاي يول في مكتبها وبتديها فلوس وبتطلب منها تختفي من حياة تاي علشان هو كان خاطب وهيتجوز بس بسببها هي انفصل عن خاطبته ومش عايز يتجوزها كمان ولكن بيدخل تاي عليهم وبيزعق لمامته علشان عارف انها بترشي يول بس يول بتاخد الفلوس فعلا من سكات وبتروح ماشية اللي هو انتو هتصدعوني وبتروح يون بعدها الجون بتقوله انها تعبانة من السواء وبتطلب منه يسوق مكانها فبيركب عربيتها علشان يوصلها للمكان اللي هي عايزاه ويون بتشكره علشان انقذها من الموت وبتطلب منه طلب غريب وبتبقى عايزة توقع في حبه وتخطفه من يول لانها عارفة ان يول بتحبه وبتبقى عايزة تعمل كده علشان تنتقن منها لانها عرفت انها سبب انفصلها عن تاي بس جون بيوصلها للمكان اللي هي عايزاه وبيقول لها ان طلبها مرفوض وما حدش يقدر يملى مكان يول وبيروح تاي بيته وبيعود مع اهله على الصفرة وبيبقى بقاله كتير ما قاعدش معايهم ولكن بيبقى عايز يقول لهم بس انه مش عايز حد يتدخل في حياته حتى لو كانت مامته وبيسيبهم وبيدخل قطه وبيبقى مقرر انه ياخد من اهله كل حاجة عزيزة عليهم علشان يحسوا باللي يول حست بي وبيجي واحد ليول وبيقول لها ان يول عايزة تتكلم معايها وفعلا يول بتروح لها وبتلاقي يول محضرة تربيزة وبتقول لها ان النهار ده عيد ميلادها وعايزة تحتفل معايها بس يول بتسأل يول هل هي عايزة تقول لها اي حاجة فبتقول لها يول انها اسفة على اللي حصل لها بسببها فبتتعصب يول عليها وبتقلب عليها التربيزة والاكل بيبهد اليول وبتكمل يول وبتمسك يول من هدومها وبتقول لها ان ده كان خطبها وهي خطفته منها ولكن بيدخل تي عليهم وبيبعد يون عن يول وبتمشي يول وهي مرعوبة وبتبقى عايزة تركب الأسانسير ولكنها بتتصدم بجون وهو طالع منه ومعه ورد كمان وبيبقى رايح يحتفل مع يون بعيد ميلادها بس الاتنين بيعملوا نفسهم ما شافوش بعض وبتنزل يول وبيدخل جون ليون وبيبعد تاي عنها ولما تاي بيمشي بيقول جون ليون انه قرر يديها فرصة ويخليها تاخد مكان يول بس في يوم بيرجع جون بيته وبيلاقي يول مستنياء وصاد الباب فبيدخل البيت وبيروح يفتح لها وبيدخلها وبتقوله انها بس عايزة تودعه لآخر مرة وعايزة تعرف هي عملت ايه علشان يبعد عنها كده ويتخلى عنها بكل سهولة ولكن مش بيرد عليها فبتقوله يول انها عايزة تعويض عن كل المشاعر اللي ترمت في الأرض دي وبتطلب منه عشرة مليون وون فبيروح يجيب دفتر الشيكات فعلا وبيديها شيك تكتف فيه الرقم اللي هي عايزة فبتاخد يول الشيك فعلا وبتقوله ان كل حاجة بينهم امتهت وبتسيبه وبتمشي وبتتفاجئ مهمة تايب ان ابنها عمل اجتماع في الشركة بتاعت تشوي واعلن انها معزولة من الشركة ولكنها مش بتبقى مصدقة بس تايب يعرفها بنفسه وبيقولها ان هي ما بقتش صالحة للتحكم بأي شيء في الشركة والدور الجاي هيبقى على ابوه وبيعرفها انه هيرجعهم للرجدهم تاني لان الفلوس خلتهم يشوفوا البني قدمين حاجات تفى تحتهم وبيطلب بعدها مخرج الفيلم الوسائقي من يول انها تكمل شغلة على الفيلم معاهم وبتعود يول تتفرج تاني على التسجيلات اللي جون مش بيتكلم فيها ولكنها بتعرف ان مفيش صوت فعلا وجون كان بيوصل لها رسالة خفية وبتعرف ان الوقت اللي هيعيشه بيخلص بسرعة وقدمه مدة بسيطة ويموت اصلا فبتروح بسرعة لجون ولكنها بتتفاجئ بخروج يون من عنده فبتعود طبعا تعيط وتاني يوم بيصحى جون على مكالمة من الدكتور بتاعه بيقوله فيها ان يول جات له المستشفى وقالت له انها عارفة ان جون هيموت قريب وعرفة كل حاجة بتفاصيل مرضه فبينزل جون من قطه وبيلاقي يول دخلت البيت وبتقوله انها رجعت عن قرارها وعلاقته ما تستمر بس لحد ما يخلصه الفيلم الوسائقي وبيعرف تشوي بعد تحيقات كتير ان مومة جون بتكذب عليه وان زيك مش ابو جون ولا حاجة وبشوية ربط احداث بيعرف ان جون يبقى ابنه وبيبقى عايز يدخل لجون ولكن بيتفاجئ بتايق صاده وبيقوله انه اخيرا عارف ان جون يبقى ابنه فبيتصدم تشوي من معرفة تايق الحقيقة وبيروح يركب عربيته وهو مصدوم كده اما بقى عند جون فبيكمل تصوير الفيلم بتاعه ولكن فجأة بيتعب جدا وبيقول انه مش هيكمل تصوير النهاردة وبيدخل لحمامه وبتبقى الازمة جات له تاني ولما بيحاول يروح يطلب المساعدة بيقع على الارض وهو فاقد الوعي وبتشوفه يقوله بتعود طعاية جنبه وبتحاول تمسح عرقه ولما جون بيفوق بتقوله انه كله ماشي وهو لازم يروح المستشفى ولكن بيقول لها انه مالوش علاج وبيشدها من ايديها وبيطردها برا البيت اصلا وبعدها بيتصل جون بجوك وبيسأله عن الكلب بتاعه بس جوك بيقوله انه خرج الكلب يعيش حياته بحرية بقاله شهور وبيكتشف جون انه بقى ينسى كتير وبتفضل يون تخبط عليه وبتطلب منه يفتح لها ولكن مش بيرضى بس بتيجي يون وبتخبط وبيفتح لها جون فعلا فبتحضنه يون وهي بتعترف له بحبها وفي الوقت ده بتشوفهم يون سوا فبيدخل جون مع يون وبيافل الباب ولكن بيوصل به الحال لانه مش بيفتكر حاجات كتير عن نفسه فبيكرر انه يسجل فيديوهات ويقول فيها معلومات عن نفسه عشان لو نسي يبص عليها وبيروحت شوي لجون البيت وبيطلب انه يتكلم معاه ففعلا جون بيوافق وبيبقت شوي بيهدده علشان يبطل يزيه ولكن جون بيقوله يعمل اللي هو عايزه لانه قرر انه يعيش بقي حياته عقب افطريه اصلا وبيطلب بعدها جون من يقول انه هتيجي تصور اللي هيحصل وبيعرفها انه بيعمل امنية من امنياته قبل ما يموت وهو انه يطلب الجواز من حب حياته بس يون مش بتبقى مستحملة انه هيعمل كده اصادها وهو عارف انها بتحبه ولكن الصدمة الاكبر لما بتعرف ان البنت اللي هيتجوزها هي يون نفسها وبيعودوا يصوروا لحظات رومانسية حلوة ولكن يون مش بتقدر طبعا تستحمل وبتطلب خمس دقيق راحة وبتسيب الكاميرا مفتوحة وبتمشي بس جون بيقول لي يون انه كان نفسه يبقى محامي ولكن تغاضع عن الموضوع ده بعد معرف ان مسألة الاعلى في المحامة فاسد وبيقولها انه تسطر على وحدة خبطت راجل غالبان في الشارع وهربت وكانت العربية بتاعتها لونها احمر فبتعرف يون انه بيتكلم عنها وبتطلب منه تدخل الحمام وفي الوقت ده بتجي يون وبيديها جون لابتوب وبيقولها تفتحه وتتفرج على كل حاجة وتحصل وبيستنى جون يون تخرج وبيديها التليفون وبيقولها ان باباها اتصل بي بس يون بتقوله ان مش كل قضايا تسطر بتبقى جريمة ساعات بيكون المتسطر عليه حياته اهم من اللي بيبوت بسببه فبيقولها جون ان دي مسألة ضمير وبيعرفها ان اللي مدى يبقى ابو حبيبته وهو بنفسه حاول يدفع عن المحامي اللي تسطر على القضايا دي لانه بيكون بابا ولكن الحقيقة لازم في يوم تطلع للنور وبيبص جون لكاميرا مرأبة وبتكون يون شافت وسمعت كل حاجة فجون بيختم كلامه مع يون وبيتهمها بقتل ابو يول في يوم 5 ديسمبر الساعة 2 اللي عشرة في نص الليل فبتتوتر يون وبتسأله هو عارف منين بس جون بيقولها ان دا كده اعترف منها بالنهية اللي كانت سيئة ولكن يون بتنهار وبتقوله ان باباها شخص مهم وهيزيلة وقال لحد ولكن جون بيقولها ان مش هيقول لحد واحد بس ولكن هيفضحها لانه مسجل كل حاجة فبتضربه يون ولكن جون بيطلب منها تمشي فبتكون يون عرفت ان نهايتها قربت وبترجع يول للبيت وبتترمي في حضن اخوها وبتفضل تعيط طبعا طول الليل وبيروح بعدها جون لتشوي المكتب وبيواجهه تاني باللي عمله في يولو باباها ولكن المراضي تشوي بيعترف بانه عمل كده وهيعمل كده تاني علشان يوصل للي هو فيه ولكن جون بيدخل في موضوع تاني وبيسأله هو اللي تخلى عن مامته فبيعرف تشوي ان جون عارف الحقيقة ولكن مش بيرد عليه بس جون بيتعصب وبيندي بابا وبيقوله ان ديه اول واخر مرة هينديه باللقب ده لان من النهار ده هو مش هيعتبره بابا وبييجي جون يمشي ولكن بيفقد الوعي وبيتنال للمستشفى وبينتشر خبر في كل القنوات والصحف عن ان جون الممثل المشهور عنده ورهم في الدماغ وايامه في الدنيا بقت معدودة وده طبعا خبر بيزدم كل القريبين منه وكلهم بيبوا قلنين عليه وبيخرج جون من المستشفى وبيشوف الخبر بتاع مرضه منتشر في كل مكان وبيبقى فرحان ان الناس بتحبه وزعلنين عليه كده بس جون بيفل التلفزيون وبيقوله ما يتفرجش على حاجات دي تاني لانها كدب وهو مش هيموت وبتتصل يول بجون وبتقوله يجي قبلها وفعلا بيجهز وبيروح لها ولكن لما جون بيشوف يول بيغمض عينيه وبتعدي نسمة هوا كده وبتخبط في وشه وبتخليه وقع نظارة كان مساكها في ايديه ولما بيفتح عينيه تاني بيكون كأنه اتحول لشخص تاني وبتروح له بنت صغيرة وبتقوله انها بتحبه هو وافلامه وهو يعتبر ممثلها المفضل ولكن بيقول لها انه مش ممثل ولا حاجة وهو لسه في المدرسة السنوية وبيروح ليول وبيسلم عليها وبينام على رجلها وبيقولها ما تصحهوش وإلا هيبلغ الشرطة وبنعرف وقتها ان حالته اضهورت وبدأ يفقد الزاكرة وبيعيش ذكريات قديمة لي ولما بيصحى من النوم بتحول يول تعامله كأنهم لسه في سنوي ولكن بيكون رجع تاني لوعيه وبيقول لها انه عارف انها زعلنة منه علشان كان سبب في ضياح حق باباها وعارف انها مش عايزة تشوفه تاني وبيقوم علشان يمشي ولكن يول بتقوله انها مش زعلنة منه ومسبحة كمان وعارفة انه ملوش زنب في اي حاجة فبيروح جون لمطعم ممتو ولكن بيلاقي زك بيلزق رسائل تشجيعية لجون على الحيطة وبيبقى عمالي عايات عليه وكمان لما بيدخل لمطو بيلاقيها عمالة عايات برضو ومش قادرة تكلمه ولا حتى تبص في عينيه وبتسيب المطعم وبتمشي وبتروح يولت شوي وبتديله فلاشة عليها عطراف يون وبتطلب منه يسلم نفسه من غير مشاكل وبيفتح الفلاشة دي وبيبص على اللي فيها وبيعرف انه تكشف بس بيلاقي تليفونه بيرن وبتكون مامة جون وبتبقى عايزة قابله فبيروح يقابلها ولكنها بتفضل تعيط وبتطلب منه ينقص حياة جون ابنهم ويعالجه ولكن تشوي مش بيبقى عارف يقولها اي حاجة وتاني يوم بياخد جون يون لمكان بعيد وبيبقى في بيت جميل جدا وبيعرفها ان ده يبقى بيتهم اللي هيقضي فيه ايامه الاخيرة معاها وبيقضي معاها فعلا احلى ايام بس في مرة بيكونوا في الشارع وبيجي اتصال لجون فبيمشي بسرعة من غير ما يعرف يول وبيكون رايح ابن لات زيك وبنعرف انه نسي يول اصلا وزيك وكل اللي في الحفلة بيبقوا لابسين نظارات علشان بيبقوا بيعياته من وراها بس جون بيلبس نظارة زيهم وبيحتفل مع زيك ولكن بيتمنى منه امنية وهو ان يخلي باله من مامته لما يموت فبيقوله زيك ما يلاش عليها وبيعياته كلهم ودموهم بتنزل من تحت النظارات ولكن جرز البيت بقى بيرنه بيروح جوك يفتح وبنعرف ان جوك اخو يول وبيبقى عايز يتكلم مع جون وبيقوله ان راي مستنيه برا البيت لان ما عندهاش الشجاعة وادعه الاخر مرة وبيطلب منه يسمحه في كل مرة اتصرف معاه وحش فيها وبيسأله عن اخته فبيقوله جون انه ما يعرفش هي فين ولكن بيفتكر انه سواه في بيت احلامهم فبيروح لها بسرعة وبيلاقيها لسه مستنياه فبيفضل يتأسف لها علشان نسيها ولكن بيلاقيها سخنة وبيعرف انها تعبانة وبيبقى عايز ينقلها المستشفى ولكنها بتقوله انها عايزة تموت معاه وفي حضنه كمان بس بيشيلها على طوله بيقول لها ان ده مش وقت موتها وفعلا بينقلها المستشفى وبيعرف ان عندها التهاب معدة من اللي بتاكله ولما بتبقى كويسة بيخرجه من المستشفى بس جون بيقف قدام البحر وبيفضل يسرخ ويقول ان مش عايز يموت وخايف من وجع الموت قوي فبتحضنه يول وبيفضله يعياته وبينتشر التسجيل اللي يون بتعترف فيه بكل حاجة وبنعرف ان تشوي هو اللي نشره علشان يسلم نفسه ويظهر الحقيقة وبيتقابد على يون قبل ما تسافر من كوريا وبتروح مامة جون اللي بتأحلامه وهو ويول وبتلاقيه هناك ولكن مش بيتعرف عليها وبيقول انه ما يعرفهاش بس مامته بتقوله انها عايزة يول فبيقول لها انها في مشوار ورجع قريب وبيدخلها البيت وبيقول لها ان يول كانت عايزة تطبخ له وجبته المفضلة وهي اللحمة بالكاري بس بتقوم مامته وبتطبخها بنفسها ولما بتخلص بتطلب منه يدقها ولكن لما بيدقها بيفرح جدا وبيأكل منها كتير قوي وبيقول لها انه تعمل وصفة عامل زي وصفة مامته بالزبط بس فجأة بعدها جون بيوقف اكل فبيتفكره مامته انه لها حاجة في الاكل وبيتقوله انها هتجيب له طبق غيره بس على طول بيمسك ايديها وبيقول لها انه آسف علشان نسيها وبيدخل يخسل وشه من العيات وبيرجع لها تاني وبيقول لها ان شكلها جميل بالمجوهرات اللي عليها دي فبيتقوله ان زيكي اعترف لها بحبه وعرض عليها الجواز فبيفرح لها جون جدا وبيقول لها انه كان ابن عقليها فبيتقوله مامته انه احسن ابن ممكن اي ام تتمنى بس جون بيفضل يعاية تاني وبيقول لها انه آسف علشان ما حقالهاش حلمها فانه يبقى محامي ولكن مامته بتقوله انها فرحانة بي وفخورة باللي هو وصله وده بيبقى اخر وده عليهم وبعد ما مامته بتمشي بيروح جون ليول وبيقول لها انه ملهمش اي صور مع بعض وبيطلع التليفون وبيفضلوا يتصوروا وبيطلعوا يعودوا في الهوى الطالق كده وبينام جون على كدف يول وبيقول لها انه عايز يرتاح وبنعرف ان ده كان اخر يوم في حياته وبيموت جون فعلا وبعد شهور بيكتشفوا انه كان سايب لهم رسالة مسجلة وبيقول لهم فيها انه دلوقتي اكيد هو ميت ولكن بيطمنهم انه مات مرتاح واخر ايامه كان سعيد فيهم وبيتمنى لهم حياة مليانة فرحة بس كل صور جون في الاعلانات بتفضل موجودة لاطول فترة ممكنة وده تكريما لروحه وبتبقى يقول كل ما تشوف له اي صورة بتروحه بتبوسه وبتقوله انها مستنية تقابله في الحياة التانية ليهم المسلسل طبعا يعني كئيب كئبة السنين ونهايته كئيب اموت بس الكئيب اكتر انه اسيسا البطل كان عنده سرطان فعلا في الحقيقة في وقت تصوير المسلسل ولكن الحاجة المباجة الوحيدة انه الحمد لله خف دلوقتي فيعني الحمد لله مش نكت في المسلسل ونكت في الحقيقة لحد هنا يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان اشتركوا في قناتي التانية على النجاري اتنين ولو عندكم فيسبوك تبعوا صفحتي الوحيدة هناك واكيد ما تنسوش انستجرام وتيك توك كمان وباي اشتركوا في فيديو جديد